اشتركوا في القناة وبدوره الى ظهور مصطلح ووظيفة مندوب المبيعات وظهور انواع رجال مبيعات ستتعرف عليهم من خلال هذا المقال تعريف مندوب المبيعات مندوب المبيعات هو الشخص الذي يقوم بمحاولة بيع او الترويج او التسويق لاحد المنتجات لصالح الشركة المنتجة عن طريق مقابلة المسهلكين وشرح الفوائد التي تعود عليهم من شراء المنتجة ويتواجد هذا الموظف في الهرم الوظيفي لجميع الشركات حتى وان اختلفت المساميات يوجد صورة نمطية ان وظيفة مندوب المبيعات مرتبطة بالرجال ولكن هذه الصورة تغيرت مؤخرا حيث اقتحمت النساء هذا المجال بقوة ولعل واحدة من اشهر مندوب المبيعات حول العالم هي امرأة تدعى كيلي روش تعدد مهام مندوب المبيعات واحاول تلخيصها لك في النقاط التالية اولا بناء العلاقات مع العملاء يعمل مندوب المبيعات على تكوين شبكة علاقات قوية مع العملاء او الموزعين لمنتجه وذلك حتى يضمن نجاح عملية التسويق التي يضعها ثانيا التواصل مع العملاء يحاول مندوب المبيعات التواصل مع العملاء والعمل على تقديم خدمات ما بعد الشراء لمعرفة نتائج المنتج ومدارض العميل عن المنتج مما يساعده في بناء مصداقية لدى العميل عن الشركة المنتجة بصورة عامة وعن مندوب المبيعات هذا بصورة خاصة وهو ما سيساعده كثيرا في أعماله المستقبلية ثالثا إعداد خطة عمل يجب على موزف المبيعات إعداد خطة تسويقية شهرية أو إسبوعية ووضع أهداف يجب عليه تحقيقها خلال تلك المدة رابعا معالجة العيوب لا يخلو أي منتج من عيوب فمن الوارد أن يحدث هناك خطأ أثناء عملية الاستخدام بل وربما يعطب المنتج في بداية عمله ويجب على مندوب المبيعات التدخل لحل تلك المشكلة سواء بصيانة المنتج أو ما شابه وذلك للحفاظ على سمعة المنتج والشركة داخل السوق خامسا البيع للتجار من أهم مهام مندوب المبيعات هو بيع منتجه للتجار الموزعين الذين يقومون بدورهم بتوصيل المنتج للمستهلك أنواع مندوب المبيعات يختلف نوع مندوب المبيعات حسب الوظيفة التي يقوم بها وتتلخص أعمالهم فيما يلي أولا الباحثون عن الزبائن يقوم مندوب المبيعات بإيجاد العملاء وإتمام البيع كما يحاولون زيادة مبيعاتهم مع العملاء الجدد والمشترين الحاليين ثانيا جامع الطلبيات هؤلاء يتعاملون مع الطلبيات المقررة من العمين لدى الشركة وبذلك يكون عملهم هاما لدى الشركة فأي خطأ سيكلف الشركة فقدان أحد عملائها الدائمين والمميزين ثالثا مقدم معلومات السلع يقومون بإمداد العملاء بالمعلومات اللازمة عن المنتج والتي يكون من شأنها إقناعهم بضرورة شراء هذا المنتج كما أنهم يقدمون خدمات ما بعد الشراء وتنقسم أعمالهم بين الرجال الفنيون يقومون بالإجابة عن الأسئلة الفنية المرتبطة بالمنتج البائعون التجاري ويقومون بتدريب الوسطاء على أفضل طرق البيع للمستهلك كما يقومون بتوزيع عينات من المنتج للتجار المستشار الفني يعمل على نقل رغبات العملاء عن المنتج إلى المؤسسة لتحسين المنتج فيما بعد رابعا البائع الجوال يعمل على توصيل الطلبيات لمجموعة من الباعة مثل الصحف والخبز والخبز والألبان ويجب عليه الحفاظ على مستوى عال من الخدمة المقدمة لاستمرارها خامسا البيع بمتاجر التجزئة مهمته إقناع العميل مباشرة بالشراء وإدمام عملية البيع وعلى سبيل المثال نجدهم في محلات البقالة والأقمشة وما إلى ذلك سادسا البيع للمتعاملين يزودون المتعاملين بالخدمات الضرورية ويعملون على التواصل معهم عبر الهاتف لتوضيح متطلبات الخدمة سابعا البائع المسوق لا يهتم بإتمام وإجراء عملية البيع بسرعة حيث أن كل مهمته هي التسويق لمنتجه وتكوين عملاء له في المستقبل فهو بذلك يهتم بأن تكون هناك ثقة بينه وبين المستقبل مشاهدين أعزاء حتى نحظى بشرف متابعتكم لنا ولكل ما نقدمه يرجع الاشتراك وتفعيل زر الجرس ودمتم في أمان الله